بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هل نتكلم على البيم اكستوشن بلان. خط التنفيذ البيم. ايه الخطوات اللي احنا نمشي عليها بحيس ان احنا نقدر نطلع مشروع كويس. البيم اكستوشن بلان بيجي بعد حاجة اسمها ال EIR اللي هي المالك عايز ايه. يعني هل هو مسلا عايز صمم فيلا ولا عايز صمم عمارة وهل ليه عمارة سكنية ولا عمارة هيأجرها اا اوفيس مكاتب. فلازم ابعارف ايه اللي هو عايز يفكر فيه. بنعد معاه بنشرح له بنعد نشوف هو بيفكر في ايه. برا وقلم كده بنكتب ايه الحاجات اللي هو محتاجها مننا. ممكن اورر له شوية موديل القديم بحيس ان هو يبدأ يقول اه اه انا عايز حاجة وراءة من ديت لا ده مش ده اللي نفكر فيه. يعني يبدأ يفكر مع بعض وانه بدأ نتفق مع بعض. ايه هل هو عايز سري دي ولا فور دي ولا فايف دي ولا سيكس دي ولا سيفن دي. طب هلا هو مركز على ايه? هل هو مركز مثلا على السستينباليتي ولا مركز على الوقت ولا مركز على الفلوس ولا مركز يعني افهم اه العقلية بتاعت الراجل اللي جاي يقول لي عمل لي اه موديل بيم. اه طيب بعد ما فهمت اللي عقلية بتاعته بنعمل بيم اكسشن بلان. البيم اكسشن بلان بتعمل على المرحلتين. قبل ما نمضي العقل بتبقى فيه بيم اكسشن بلان بنتفق على الخطوط العامة. لو هو هو وافق عليها ومضينا العقل بنبدأ نكتب التفاصيل اكتر وتبقى ملزمة لنا طول فترة المشروع. بحيث ان انا بكتب فيها اه كل التفاصيل اللي انا ممكن احتاجها. يعني مثلا على سبيل المثال البروجيكت انفورميشن تمام? ودي بتبقى مكتوبة في الورقة وبرده لازم بتبقى موجودة في المشروع نفسه. بتبقى موجودة في الموديل نفسه. بدخلنا لنا المعلومات دي موجودة. حسنا انا احد يفتح الموديل اللي بعارف الموديل ده بتعني مشروع. اسم المشروع. اسم المالك. ازاي اتصل بالمالك لو في اي وقت عاستصل بيه. هستلمو ازاي. اه العنوان متاع المشروع. اه بغرض و بكتب جزء اساسي البروجيكت من الناس اللي شغلين في المشروع. بيبقى عبارة عن جدول في كونتاكت نيم. التايتل القامباني الايميل الفون. اه عاز اتصل بيه في اي وقت حصلت. اهمت نيم بالنسبة لي البيم مانجر والبيم كوردنيتور. لان هم عليهم مسئولية فلو حصل اي مشكلة اعرف اتصل بيهم وعرف اجيبهم معرف. نحل المشكلة. واعضاء الفريق برضو بيبقوا مكتوبين. اه الاهداف من المشروع. برجكت جول. اه هنوصل لفين الاستراتيجية بتاعتنا. امتى نقول ان احنا خلصنا. المين اللي لحق ان هو يوصل للموديل. هل اي حد من حاول ان هو يوصل للموديل ولا شركات معينة. ممكن مسلا تكون في شركة معينة. اه هتكي تعملين جزء معين. فهل لحق الصلاحية توصل للموديل. ولا انا هبقى الدولة مثلا اه اتكاد ويها تكمل عليه. بيبقى فيه اتفاق. والافضل طبعا ان كل الناس اللي شغال في المشروع. يبقى ليها حق الوصول للحاجة اللي هي هتفادها. اه او بيم بحيس انها تقدر تهقق على استفادة ممكنة. اه لازم يبقى مباش في حاجة معلومة مستخبية او حد عايز معلومة مش قادر يحصل عليها. اللي لازم احدد من المالك بتاع الموديل دوت. احساس ما انه موصلش في الاخر. اني عد خاني لا دا المالك هو اللي لحق. لا دا العمل الموديل هو اللي لحق. لا يبقى انت فيه من الاول. طيب الليفل اوف ديتيل قد ايه. الليفل اوف انفروميشن قد ايه. هو هتسلم. هو هتطريق تسليم هتتسلم باني برنامج. طب السوفتوير اللي هنشغل بيه ايه. ممكن يكون في كزا سوفتوير هتشغل بيه. تكتبون كلهم. مين الشركات اللي هتبقى شغالها معك في المشروع. لو انت اكتر من شركة. طب لو شركة واحدة. تبقى اسمي الشركة دي ايه. ايه المعلومات اللي احنا محتاجينها كانفراستركشور. كل حاجة دي لما تبقى واضحة في الاول بتسهل عليك اثناء المشروع. ان احنا نبقى عارفين اه ده الحاجة دي اتعملت الحاجة دي ما اتعملتش. ايه اللي راقس ايه اللي احنا محتاجينه. تعالوا اننا بيهنشوف الحاجة دي عملي. ده مسلا اننا هنتكلم عن ال EIR. الموصف المشروع هيبقى عملي ازاي. مسلا فيلا مع حمام سباحة خمسة دوار عشرة دوار. ايه المواصفات هبقى فيه سلمين. هبقى فيه كم غرفة. اه بنبدأ نتكلم على تيكنيكل. ايه البرامج اللي هنستخدمها. اه ممكن مسلا انتفق ان احنا مسلا هنستخدم برنامج. ولياكم مسلا اه سيبليتور ان احنا يفحص بيه الموديل كلها دقيقة. اللي في الافو دي تيل. السيكورات بتاعتنا. طب هنشغل بقى نستاندرد. البي اس الف ماتين وتسعين مسلا اللي لقوا بيها. هتنسى لهم ازاي. الحاجات دي بني لازم متفقين عليها. على اساس ان ما حصلش اه اي مشاكل. وانه ما فهمين اللي عايز ايه لو عنده اي اعترضات يعترض من دلوقتي. تمام طيب. تعال نشوف ده ان مثلا البيم اكسوشن بلان قبل ما نمضي العقد وفي واحد تاني بعد ما نمضي العقد والفرق بس ان بعد ما نمضي العقد يبقى فيه تفاصيل اكتر واسماء اكتر وواصفات اكتر لازم يبدأ ان انا اكتب اسم المشروع والعمام بتاع المشروع ورقب المشروع والتاريخ بتاعنا وبنبدأ نعمل document control sheet كلنا بتحصل تعديلات version one version two version three update وبنبدأ نحط مواصفات اللي احنا عايزينها بحط مثلا مين اللي هيشغل في المشروع والمسؤولات بتاعته ايه ممكن يكون فيه جهز الشركة فكل شركة بتكتب المواصفات اللي هي عايزها دي قايمة بتاع ال project information الحاجات اللي هاتفنا عليها على الإي اي ار برضو نحطها هنا اسم الشركة اللي هتشغل database software ال any version لل software يعني مثلا هتشغل بمثلا بريفت 2016 نكتب بريفت 2016 بركي كاد 2015 نكتبها ال format اللي هيستلم ال comment الحاجات هتتسلم ازاي يعني مثلا الموديل هتتسلم هون it wg ولا pdf ولا اي اف سي بنبدأ نحط مثلا اللوحة هتتتسلم ازاي السكادولات هتتسلم ازاي ممكن تكون انت في الشركة بشغلة بحاجة وفي شركة تانية شغلة معها وعايز ان تداد تانية فلازم تكون من الاول المتفقين على كل حاجة بدلا ما في الاخر تحسن مشاكل الاول شرط اخر النقر من السبلاير اللي انا اشغل عليه اللي اشغل معي الاهداف بتاعت المشروع ال company solution network database file based تمام والتاني ببس في شوية تفاصيل اكتر نظرا ان ده خلاص احنا مدنة العادة ففي مثلا عايز انت اتفات على حاجة اكتر زي ما انتشاف فيه مواصفات اكتر يعني ممكن مثلا في القبل العادة ما تكونش انت خلاص عارف من الفريب بتاعك ده وقت خاص تعرفت الفريب الزبط هيبقى مين اللي شغال فيه فهتكتب اسم الشخص وهو موجود فقال الشركة والتليفون والايميل وكل واحد ايه الحاجات اللي مفروض يعملها ايه الحاجات المفروض منتظرينها منه وايه الصلاحات بتاعته التواريخ بتاعت الحاجات كل مرحلة مثلا هنعمل فيها ايه وهنخلص قد ايه وهنسلم اللي هو دي كام والتواريخ بتاعتها قد ايه هنبدأ السرفي بويند كلاود هتستلم بقاني حاجة لو احنا عندنا ال اي دي ار هنبدأ نستلم مهمتها والسرفي اورشن بتاعتي هتبقى فين ده مثلا الاسم المشروع هنشغل فيه اسم مثلا اللقاء الجورنق جديدة موجود في مصر البروجيكت انفروميشن التاريخ بتاعها الدوكومنت كنترول هستلم مثلا ده اللي الزهر التاني التالت الرابع المين الناس الشركات اللي شغالة ومين الصلاحيات ومين الكل واحدة مثلا بين مانجر اللي دي زاين البروجيكت مانجر المعلومات بتاعت المشروع كل التفاصيل بتاعتها الاي اي ار كلها بتكاتب الريفرنس اللي هنشغل به الكلاش ديكشن هيتعمل كلها دقيقية ممكن نتعمل كل اسبوع ممكن كل اسبوعين المهم ازاي ما احنا عايزين نتفق ايه السوفتوير اللي هيستخدم واستخدم فاري جسئية هنعمل كلها دقيقية يعني كلها دقيقية هبعت للشركة التانية دي اخر حاجة اللي وصلنا لها نكمل عليها من المسؤول ان هو يبعت للشركة التانية البروجيكت مليمنتشن بلان بتاعته البروستوير والزراب بتاعتها ده يمكن شكل مختلف عن اللي هناك فانت بش مهم الشكل المهم تبقى كل المعلومات موجودة قدر المكان بحس ايه ما نقفش في اي حاجة بشيئها مثلا الاركاد الشركة دي تسمها كذا هتتسلم لي هتشغل من البرنامج كذا هتبعتد الشركة التانية يتعمل م trucوبة هتشغل برنامج كذا وهتديني البرنامجع والزراب تهول بيه. كل قسم بقى بيبدأ يشوف ايه اللي حاجة اللي اتشغل بيها. اللي امتازات اللي احنا هنشغل بيها هنتبادل معلومات ازاي. الراسورس بتاعتي. الاهداف بتاعتي مسلا هل انت مسلا ممكن فيه مسلا هاي بتعمل ازاي التورج بتاعتي. كل المعلومات بتبقى موجودة في بحيس ان احنا ما نجيش نتخنمها بعض في المحاكم. تبقى كل حاجة باطحة ان شاء الله.